بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بعضراتكم والنهاردة بنتكلم عن تريبس البصل والطوب التريبس طبعا ده مشكلة المشاكل اللي في الدنيا بحلها ومشكلة انه هو يعني بتتلخص مشاكله في شوية حاجات اول حاجة الحشرة الكاملة بتاعته اللي هي بتسبب لنا المشاكل مجنحة يعني بتطير وطالما بتطير يعني سريعة اسرع مني ومنك ومشاكلها كتير اول دي اول حاجة الحاجة التانية ان هي سريعة في التكسر بتاعتها يعني ما عندهاش حكم ولا عنده اي مشاكل خالص تمام طيب مشكلتها معنا بقى في البصل والطوم ايه طبعا هي مشكلتها مش بتقتصر على البصل والطوم بس ولكن احنا بنتكلم بما اننا بنتكلم على تريبس البصل والطوم فالطوم يعني احنا وقدينه معنا وبنركز اولا لكن هي مشكلة معنا في كل حاجة يعني انت لك تتخيل ان هي هتروح على في الاصابات الشديدة في الخيار مثلا في البيوت المحمية هتخليلك سمرة الخيار كلها بتلمع كده اللوم بتاعها في الضي تودها السوق ما تجيبش تمن وبتضرب البيت كله بامانة يعني وعشان تموتها في الخيار عشان تموتها بتقعد لا فترة كده عشر تيام تجمع الخيار وهو للأسف سيء على ما يبدأ الجديد بقى يكون ايه تكون انت قضيت على الحشرة والامور بقت معك كويسة تمام دي رقم واحد رقم اتنين ان اللي يعني لو رحت مثلا حتى للقطن مثلا تعال عندنا في مصر في واجه بحري كده في مصر في شهرة اربعة تمام لما بنزرع القطن شهر مارس كده بداية النهار ما يطول ويبدأ الجو يدفي شوية تبص تلاقيها عاملنا مشاكل حتى واحنا ماشيين كده على الطرق تلاقيها يعني يخليك تخبط في نفسك يعني من كترة ما بتمشي على رقبة الانسان كده وعلى وشه وبتعمل له مشاكل كتيرة يعني تمام فهي حشرة مزعجة مزعجة جدا ازعاجها بقى بيزيد اكتر في البصل والتوم ليه لان انت لما بتيجي ترش البصل والتوم تمام هي بتختفي في الاغماد بتاعت الاوراق تمام بتختفي في اغماد الاوراق وانت لو عملت منظر يعني منظر علو كده مسقط رأسي كده بالنسبة للبصل والتوم هتلاقي الورقة بتاعته طالع من اغماد اراطيس اراطيس كده زي بنقوله في مصري فهي بتبقى في غمض الورقة دي فلما تيجي حضرتك بترش فبتفلت من حتة الرش منك تمام بتفلت في الرش منك طيب الرش بقى في الحالة دي اتأولا لازم تعمل حاجتين بالنسبة للرش اول حاجة انك هتزود مبيد الرش شوية عشان المبيد سائل المبيد الحجم السائل كله وغطي النبات كله تمام ودي رقم واحد رقم اتنين انك انت لازم وانت بترش البصل والتوم يبقى البشبوري او اللي هو الموزع مش عارف انت بتسموه ايه المهم يعني انا بسميه البشبوري عموما يعني اللي هو الموزع بتاع الرش اللي قدام دوت يكون اللي ماسك البشبوري ماسكه بمسقط رأسي ماسكه رأسي علشان المبيد ينزل في اغماد البصل والتوم اللي هي بتبقى عاملة زي الاراطيس دي لازم المبيد يدخل تمام يدخل لو انت رشيت بزاوية الزاوية اللي هي بتبقى سطحية قدامنا دي مش هيدخل قوي او زمن التعرض للمبيد نفسه الحشرة نفسها مش هتتعرض لكمية من المبيد كتير تمام فهتفلت منك واللي هتفلت منك هتجيب لنا اجيال اسوأ من الاولى تمام فعشان كده لازم حضرتك ترش بمسقط رأسي لازم ترش بمسقط رأسي ويكون المبيد عندك كتير وتغسل غسيل كويس علشان حشرة التريبس لما هتيجي للبصل او للتوم هتمتص العصارة اللي هي فيه النبات هتعمل لك الورقة مصنفرة كده طيب طالما امتصت العصارة والورقة ابتدت تخرط طبعا دينا الورقة زي ما قلنا مليار مرة هي مصنع الغيزة طالما هي ضمرتها الورقة دي هتبني بصلة تحت او هتبني فصوص توم تحت للأسف الشديد مش هيبقى الامور كويسة عندك فعشان كده لازم حضرتك تاخد بالك من الكم نقطة اللي احنا قلنا لها دهو وطبعا فيه مبيدات كتير بالنسبة لها في المرشال وفيه الكورد وفيه السيليكرون وفيه الاكتليك كل دي مواد تجارية موجودة في كل مكان يعني بالنسبة للتريبس تمام فيه مبيدات قوية جدا وشديدة جدا جدا جماعة ودي طبعا بتدخل حتى ان هي فترة ما قبل الحصات بتاعتها بتكون قليلة خالص زي مبيد اسمه الموفينتو كنتكلمت حضراتكم عليه قبل كده حاجة زي الرادنت ممتازة جدا بالنسبة للتريبس الاهم من القصة دي انك انت متمسكش مبيد كل يوم تروح للراجل بتاع المبيدات وتقول له انا عايز مبيد للتريبس يوم تدي لك نفس المبيد اللي بيدهولك كل مرة لا حاول تغير المبيدات اللي احنا قلنا لهم قلنا مرشال وفيه الكورد وفيه السيليكرون او فيه الاكتليك وفيه الموفينتو وفيه الرادنت تمام والموفينتو والرادنت طبعا عارفش كرادو الغالين جدا ومبيدات يعني على رأس القائمة من المبيدات المحترمة جدا ويمكن حتى الجماعة بتاع العدو بيستخدموهم لانهم يوم واحد بس تمام طيب اخونا المهندس حيان حمود العلي وده راجل من الناس المحترمين جدا والمتمكن جدا واللي انا بحب بصراحة ربي نقرأه الراجل ده من الناس البرعين في الوطن العربي كله بالنسبة للبصل والتوم راجل فاهم 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 يعني دارس وفاهم بصراحة يعني فهو بيتساءل المهندس حيان العلي فبيقول يا جماعة هل مبيدات الاستن برايد دي مواد فعالة على فكرة او اللمبضة سايهالوسرين او الاميدا كلورا برايد او الكولوروبيروفوش تمام هل المبيدات دي اتفعالة على التريبس وهو بيقول من واقع تجربتي الشخصية وزروب منطيته اصبحت المبيدات ضعيفة جدا بالنسبة وبعضها معدوم بالنسبة للتريبس انا يمكن يعني طبعا لما نحب بعض يبقى لازم الانسان يعني المفروض يكون مرأة اخيه يعني تمام انا اعتقد يا باش مهندس حيان ان الاستن برايد اللمباضة والاميدا كلورا برايد كل الحاجات اللي حضرتك ذكرتها دي هي ممكن تكون فعالة ومش ممكن ممكن ما تكونش فعالة هتكون فعالة في حالة ان انا جبتها من مصدر محترم ومن شركات محترمة ومش هتكون فعالة لو انا جبتها من شركات للأسف ما يهمهاش الجودة بتاعتها الكواليتي بتاعها ما يلزمهاش بحاجة هي بلزمها الكسب المادي تمام ففي الحالة دي لو انا اشتريتها من شركات محترمة اكيد هتكون الجودة بتاعتها عالية جدا ولو اشتريتها من شركات للأسف رخيصة وما يهمهاش فأعتقد أن هي مش هتكون كويسة مش هتكون مؤسرة مشكلة وبس داي حالها حال أي مبيد موجود في العالم الزراعة بشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسيت بس أقولكم على الحاجة يا جماعة أن لو عندي عندي طبعا وباء جامد بالنسبة لي التريبس لو عندي وباء جامد بالنسبة لي ممكن نروي بحاجة زي الأميدا كلورابرايد سقيق وفي الحالة دي طبعا يعني المفروض ما نوصلهاش الحالة دي تمام فلما بنسقي بالمادة دهية أكيد طبعا المبيد جهازي بيطلع من مية الرية على العصارة بتاعت النبات فأي أي حشرة من حشرة التريبس أو غيره حتى هتهوب أو هتمص عصارة النبات هتمتفورة شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته